اشتركوا في القناة مكتب كان بقو 150 تقريبا 600 الناس في الموظفات وموظفين كان جميل عام عندنا تقرير مالي والأدابي وانتخاب المكتب جميل عام ارفض التدخلات ديال الاخوان وكان التدخلات ديالهم في المستواع ارفض جميل عام تقرير مالي والأدابي لان فيه خروقات بزاف كسرات تقرير مالي والأدابي رأي اسلامي يوضح اي توضيح على هذه المالية ولا اي وثقة بشي قدما في جميل عام من الموظفين والموظفات لا يرتابي بهذا الشؤون وجميل عام رأرفض له تقرير مالي والأدابي وكملنا على جميل عام ديالنا استقل المكتب اللي كان سابقا وطلعت اللجنة التحذيرية لما تحضر من الشماء وجميل عام رأى قرر لان هذه خرجنا لجميل عام تقاسي الحقائق والوطاقة المالية الجمعية وكمل لجميلة التحذيرية لما تحضرنا جميل عام ستنائي قريبا ان شاء الله وهذه الرسالة هذه كان وجوها لسلطة محلية مختصة بهذا الميدان وبنجس على الحسابات وعلى رأسهم رئيس الجامعة الحضرية التنجا ليسوا يتدخل عاجلا في حال هذه المشكلة وانشاء الله احنا كموظفين وموظفة الجامعة الحضرية التنجا هذا نتخل المكتب الجديد انشاء الله هذا نطلع الناس المستوى لما هذه ترقوسين مالعام وهذه الناس تلعبوا بالمال العام لان جمعية تخلى في الكونتو دياله 3.18.000 لم يعرف اي واحد اي سمتين في يمشى وتائق وهمية مصورة ما عرفنا شي الحقيقة وهذا الرئيس هذا منذ تأسيس هذه الجمعية هو امين المال منذ عشر سنين وده باك يعمل مدة ديالة 4 سنوات هو رئيس كيهم المكتب لم يعرف شيئا كيعمل التقارير دياله وغيره هو واحدة 3 اربعة الاشخاص والسيد القرار هو واجه من العام رفض له كل شيء ونحن نطلبه من سلطة مختصة في هذا الميدان يبحثوا في هذا الميدان في هذا الجمعية في هذا وطائق ديالة وعلى رأسهم حليقوث الناجس على الحسابات وعلى رأسهم الكبير هو رئيس جماعة الحضرية التنجا ونحن نتمنى في الامتقاء وعننا في الامتقاء لحالة هذه الاشكالة دا وان شاء الله عاجلنا ان شاء ان تخيبوا المكتب الجديد وانا يكونوا فيه نساء ورجال لامامو خلسة الجمعية وشكرا على الموقع الشمالي على هذه الاستضافة هذه اشتركوا في القناة